اشتركوا في القناة فأجابه بطرس فقال تعال فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع احنا كل ياتنا نعرف ان المسيح هو صاحب المعجزات هو مشى على الماء برأيي انه الاغرب من هذا انه من بطرس يمشى على الماء المسيح عنده السلطة والقوة وما يقفر عليه امر لكن شخص مثل بطرس هو انسان عادي يمشى على الماء من خلال القراءة دا نستنتج ان المسيح له السلطة ان يعطي امر لقانون الطبيعة ان تعمل عكس المعتاد وهي ان الماء بتشيل بطرس الدرس الثاني اللي ممكن نتعلمه هو انه رب يسوع مشى بطرس فوق التحديات والمشاكل اللي كان بطرس يواجهها اذا نقرأ المقطع كله راح نشوف انه هما كانوا بيعانوا بسبب العاصفة والرياح والمي اللي كانوا ممكن يغرقون بيها وإلى آخره والسبب انه بطرس خلى عينة على تركيزه على رب يسوع المسيح وهذا هو كان سبب انه قدر يمشي على الماء الرب يسوع ما تغير هو يقدر اليوم يمشيك فوق كل ظروف الصعبة كل ظروف حياتك اللي انت بتمر بيها هاليوم هو عند القوة ان يرفعك فوق التحديات يعليك فوق المشاكل التحديات والمشاكل راح تكون موجودة لكن راح ينطيق قوة ثانية قوة جديدة انه تنظر الامور من منظور ثاني بطرس مشيه على المي انا برأيي هاي معجزة بحباتها لكن هو بدأ يغرق وقت اللي ركز عينة على المشاكل والعواصف والتحديات اللي كانت يمر بيها خلينا نصلي ونعلن من هاليوم نريد فعلا نركز عيوننا على قرب يسوع المسيح وبضيقاتنا بالأخص يا بان السماوي بنشكرك فعلا من أجل انك انت ما تدركنا في تحدياتنا وصعوباتنا لكن انت يا رب تيجي وماشي فوق التحديات مو بس هاي لكن انت ايضا بتمشينا وبتعلينا فوق المشاكل والتحديات والمخاوف اللي جنعيش بيها اشكرك يا رب لان انت دائما اينك علينا ساعدنا يا رب ان يكون عيوننا عليك بهذا اليوم وبالأيام القادمة باسم المسيح يسوع صلي امين امين ورابي بارك امين